اشتركوا في القناة استاذ الطب الشرعي مستشار صندوق معالبة الادمان سهلا خير يا دكتور سهلا خير يا فانت انا الحقيقة احساسي كده يعني انا بسمع كيرم الترامدول بتخض احساسي ان الترامدول بقى مشكلة بحق وحقيه فعلا الترامدول اصبح مشكلة كارسية في الفترة الاخيرة للأسف الشديد وتحول من دواء ينفع الناس ودواء يعالج الناس الى مشكلة وحش داهم يهاجم المصريين وللأسف الشديد طال فئات كثيرة من فئات المجتمع طيب دكتور كل حالة لها اسباب انا طبعا انا افهم الجزء اللي انا افهمه ان مصر تعرضت لمرحلة اغراق بالمخدرات والسلاح لأجل دولة الفوضى اللي كان عايزنا نعم خلاص انما اللي انا اللي انا مش قادر افهمه بقى ان احنا ممكن بالسهولة دية ان احنا نروح كده لدرية انه نفول انه في لعيب الكرة بتاخد بتاخد رمضان ايه الحكاية بالنسبة هنخلي لعيب الكرة دي عشان انا معايا هنا تقرير السنة من الوكالة الدولية ليه الوادة للمنشطات قالت ان 30% من الرياضين المصرين اللي تعملهم تحليل سبب تعاطيم من المنشطات وعندي الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات اللي هي النادو قالت ان 25% من اللاعبين المصرين بتعطي الترمضول ده على لسان اليوم السابع ده مش كلامي انا ولا كلام كتب ده على لسان اليوم السابع حضرتك الترمضول اخترق جميع قطاعات المجتمع على الاسف شديد ما سابش فئة مفئات المجتمع إلا وطلها طاعات الترمضول وطاعات المخدرات عمت السبب الأساسي في موضوع طاعات الترمضول العادات السيئة والمغلوطة التي بنعيشها جميعا موجودة في المجتمع المصر اللي هي اللي هي أول حاجة خد ده قويك خد ده ينسيك خد ده يقوي قدرتك على العمل خد ده يجعلك قادرا على السهر تنتشر فيه أوساط معينة ده الناس اللي بيتحملوا أعمال بدنية شقة واللي بيشتغلوا في طواقف المعمار والسائقين واللي بيشتغلوا في السهر كحراسة وكأمن والكلام ده كله بيعتقدوا خطعا أن تعطي الترمضول يجعلهم قادرين على السهر وأنه يقدر يزود عدد ساعات العمل وأنه يقدر يطلع من شغل على شغل تاني والكلام ده كله ولكن للأسف الشديد إحنا لو نقشنا موضوع بمصداقية هو في البداية للأسف أن الترمضول هيدي تأثير المطلوب لأول مرة وتاني مرة وتالت مرة عشان نناقش الموضوع ونحل المشكلة لابد أن يكون هناك مصداقية لو ما تكلمناش بمصداقية مش نحل المشكلة الترمضول في البداية والمخدرات عمتا الجرعات الأولى للأسف بتبقى جرعات بتحت التأثير لما الإنسان بيكون جهازه العصبي سليم والإنسان لسه جهازه العصبي لم يتدمر فلما بياخد جرع مسكنة يشعر بأن هذا الدواء مسكن لما بياخد جرع من الشوط يشعر بالنشوط لو خد جرع مهلوسة يحدث هلوسة وهي دي المشكلة في البداية إن إحنا نقنع الناس دول اللي في بداية تعطيهم للمخدرات نعرفهم إن المخدرات خطر عليهم وده اللي خلت ترمضول يتوغل بشكل زي السم في العسل بدأت الناس تاخده فعلا في بعض التواقف المجتمع بدأت تحس لأنه مسكن قوي وهو بيعمل على تنشيط مستقبلات المورفين في المخ وبيشتغل زي المورفين أو الكودين ففعلا بيسكن الألام لأنه أساسا بيستخدم في تسكين الألام الحادة والألام المزمنة والألام الشديدة الناس اللي عامل حوادث الناس اللي بتتعالى وحالات السرطان والناس اللي بركبها مصامير وشرايح وانزلق وضروفي والناس اللي عامتها روماتيزب الناس دي محتاجة للترمضول ولكن محتاجة للترمضول تحت إشراف طبي ماخدوش بدون استشارة الطبيب ماخدوش من مكان غير موفوق فيه لأن أنا عايز أتكلم عن الترمضول المخشوش والترمضولات اللي بتيجي من الصين والهند اللي أغراقت الأسواق المصرية في الفترة الأخيرة طيب ما كملناش يعني فالنهاردة المفاهيم المغلوطة خلت الناس تاخد طبعا والسعر الرخيص خلت الناس تاخد طبعا وإنه فيه إغراق فمولود مع أي حد بموجود عنده نعم خلت الناس تاخد طيب إمتى بقى بنتدي نحس إحنا وخلص حضرك قلت يعني أنت مرتين ثلاثة بتبقى لسه كل مستقبلات تظبوطة بزبطة وإنت بتاخد دا الهلوسعة هتهلوس بتاخد دا الهل مش عارف يا حتى عصر ذلك إمتى تنتدي المسألة بقى أنا غير كده إمتى تتحول للمسألة أن أنا بأخد الترمضول عشان أقدر أقف على رجلية بقى مش عشان أبقى لا وهوصل لمرحلة أن أنا أصلا مش أقدر أقف على رجلية وأن الترمضول مش هيعمل لي حاجة ولا هيوقفني على رجلية هيبدأ الإنسان مورفينات الداخلية والإندورفنز اللي موجودة في المخ تقل تدريجيا لما نشرح حضرة كده المخ احنا عندنا المخ بيفرز مواد مخدرة اسمها الإندورفنز أو المورفينات الداخلية المتخصصين بيسموها الإندورفنز زي الدوبامين والسيروتونين والنور إبنفرن والإبنفرن والحاجات دي كلها دي عشان لو حصل حدث ألم بتاع وابتدي مسكنات طبيعية ومهدئة طبيعية ومحسنات المزاج طبيعية موجودة ربنا خلق أهلنا بتوف بتحسن المزاج وتعمل إفرازات في المخ للمستقبلات العصبية وتدي الشعور بالتسكين للألم وتدي الشعور بالإحساس بالسعادة وتدي شعور بزوال القلق والاكتئاب والواحد لما بيحدث جهاد الجهاز العصبي فبيخش في النوم كل دي مورفينات طبيعية لما يبدأ الإنسان يمد الجسم بمواد من الخارج تعمل على مستقبلات هذه المواد الطبيعية أو تشابه ما يفرزه الجسم من مخدرات طبيعية أو مرفنات طبيعية يبدأ الجسم في التوقف يبطر عن إفراز مخدرات طبيعية شيئا فشيئا لا سنة سنة مش مرة واحدة عشان كده في الأول أنا يقول لك أنا كنت بأخذ ربع أرس وكان بيحدث معي التأثير المطلوب قعدت فترة أخذ ربع أرس بعد شوية بأخذ نص أرس الربع أرس تعود عليه وحصل تحمل الجسم وتعود للجسم على المادة المخدرة فبدأ ما يعملش معي التأثير المطلوب فبدأ يضطر أن يزود الجرعة تلقائيا عشان تحدث نفس التأثير اللي كان بيديه الجرعة القليلة شوية بشوية الربع أرس تحول لنص أرس عدة جرعات نص أرس بقاش يديه الفايدة أو ما يديش تأثير اللي هو كان بيطلبه فبقى أرس بقى أرسين لحد ما وصل فيه شباب دلوقتي للأسف الشديد وصلوا من هم بياخدوا شريط وشرطين ترموضون في اليوم ودي كارفة شريط عشر تقراس في متين ميلي جرام قصة كبيرة جدا جدا للأسف شديد دي ناس جهاز العصبي للأسف شديد خريب وناس نريحة في اتجاه الهلاك واتجاه الضمار لأن سكة المخدرات كان يقال زمان سكة المخدرات يا السجن يا الموت السجن نتيجة أن أنا أرتكب جريمة نتيجة أن أنا متعاطي مادة مخدرة فممكن أرتكب جريمة ونتحت تأثير للمادة المخدرة أو أن يعاقبني القانون وأنا معي مادة مخدرة لأن معظم مادة مادة مخدرة يعاقب عليها والموت نتيجة أن أنا أدمر جسمي إما عن طريق الجرعة الزائدة الإنسان بيتعرض لجرعة الزائدة فيموت أو أن يحدث تعقيدات في الجسم ومشاكل في الجسم فشل كله ويتلايف في الكبد أو رام سرطانية حالات عصبية صارع تشنجات كلام ده كله فيؤدي إلى الوفاة في النهاية طيب أنا دلوقتي ما بين يخدها واحدة واحدة عشان الناس واحد عادي وراح خد رمضول أول مرة أو ناخد نمشي معاه بالراحة كده اللي حصله وقوام بسط أو أنه قدر يصهر بيعمل مجهود يصهر أو يطبق وردية لنسيا ما عارفش عمال أي حالة من ده كله تمام تمام لغاية إمتى والغاية فين والغاية فين فيدي لغاية ما بينزل لا الكير ماشي في تسلم حضرتك إسرحانا بالراحة في الأول جرعة الواحد بياخدها طبعا الفترة دي دايما بنحب نسميها والناس المتخصين في المخدرات سموا فترة شهر العسل وهي الفترة اللي فيه سلام بين المطاعات المخدرات والمادة المخدرة جسمه لسه سليم والمادة المخدرة تحت التأثير المطلوب فيستحسن طعمها طعمها مش ليس الطعم على اللسان ولكن لتأثير على الجهاز العصب المركزي فلما ياخد الترامدول هيصهر هياخد الترامدول هيقدر يبدل مجهود أكتر بمرور الوقت وبتوالي الجرعات بتختلف من شخص للتاني فيه واحد بيروح لسكة الإدمان في شهور وفيه واحد بيروح في سكة الإدمان في أسابيع وفيه ناس بتتعرض لجرعات قاتلة وجرعات شديدة جدا 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 وجرح خالص بيروح في سكة الإدمان لإن للأسف شديد هو مش عارفه بياخد إيه بياخد مادة هو يجهل مصدرها ويجهل هي وجاية منين حتى إن الترامدولات اللي بتباع في السوق للأسف الشديد دلوقتي بتساعد على الإدمان نتيجة اختلاطها بمواد خطيرة جدا جدا بجارب مادة الترامدولو أحيانا بنلاقي إنه ما فيهاش أصلا ترامدولو فيها مواد منشطة ومواد مهلوسة بعد شوية بيبدأ يوصل لمرحلة إنه بدأ جسمه يعتعود أو يعتمد على المادة المخدرة اللي هو مصطلح اسمه مصطلح الاعتماد اعتمد على المادة المخدرة يعني بدأت مورفناتو الداخلية أو الاندورفنز الداخلية يبقى الإفراص بتاعها قليل جدا ويبقى ضعيف فيبقى يصحى من الصبح مش قادر يفتحينه لما ياخد الأرس المخدرة مش قادر يمارس حياته ولا يخلط للنوم ولا يخش مش قادر يعني يؤم النوم مش عارف يمارس أنشطته اليومية ولا عارف يخلط إلى فراشه أو حتى يلتقي زوجته أو أي شيء من هذه الأشياء إلا بعد تعطي المادة المخدرة مع أنه كان في الوقت الطبيعي كان يستطيع أن يفعل هذه الأشياء وكان بياخد الترامدول اعتقال خاطئا لزيادة هذه الأشياء لكن وصل لمرحلة أنه اعتمد على المادة المخدرة وأنه لا يستطيع أنه مش قادر يبطله هيفضل صاحبنا ده بقى يمشي أنا برضو راح حاول تقريره أنه يبطل مخدرات يقولك أنا مقدرش أبطل لأنه هو ده بيخليني أقدر روح الصبح وافتح ورشتي مثلا ولا روح مصناعي ولا أعمل ولا سوي أنا بطلت ومش أعرف أشتغل هرجع وقوله أنت لو دخلت لمرحلة رقم 3 وهي مرحلة الإدمان أنه لن المرحلة التي يصل فيها الشخص أنه لا يستطيع التوقف عن تعاطي المادة المخدرة أنه لو جاء معادة المادة المخدرة أو الجرعة المخدرة وما خدهاش الجسم بيطلبها زي ما احنا بنجوع وبنعتش وبأي المؤثرات اللي بيفرزها الجسم أنه بيقول ليه أنت دمفود دلوقتي تأكل أو تشرب الجسم بيطلب المادة المخدرة عن طريق أعراض بيسميها المتخصصون أعراض انسحاب أعراض انسحاب بتبقى خطيرة جدا جدا لا يتحملها الشخص في هذه المرحلة الشخص بيكون قنبلة موقوتة موجودة في المجتمع أسف شديد ممكن يسرق للحصول على الجرعة المخدرة هو لم يسرق من قبل ممكن يعتدي على أقرب الناس إليه ممكن يشتغل جسوس ممكن يشتغل بقى ضعيف جدا وبقى همه وشغله الشاغل أن يحصل على الجرعة المخدرة دون النظر اللي هو مصنوعها إزاي أو جابها إزاي وكلام ده كله هذا الشخص يفضل يهتماد في تعاطي الجرعات المخدرة ممكن يأذي نفسه ممكن يأذي أقرب الناس إليه ممكن يرتكب جريمة ممكن يرتكب في حقه جريمة يعني ممكن يكون ماشي في الشارع ومشايف عربية عربية تدوسه ممكن واقف في المصنوع بتاعه والمكانة تاكل دراعه مثلا هو مش وخباله ولا مش دريان قاعد سواء عربية أو مع أرواح في العربية ناس يخش يعمل حدثة ويموت الناس اللي رجبها معاه في الأوتوبيس أو إن كان هو قائد مركبة أو قائد قطار أو أي إن كان دون الخوض في تفاصيل لكن في النهاية هو بيصل لمرحلة أنه لا يستطيع التوقف عن تعاطي المادة المخدرة المرحلة دي أن المورفينات والداخلية توقفت تماما عن الإفراز أصبح يحتاجها بشكل كبير جدا بيصل لمرحلة لانهيار كل أجهزة الجسم بيصل لمرحلة لانهيار وضمور في خلايا المخ بيصل لمرحلة أن جميع الوظائف اللي بيتحكم فيها المخ بازت لأن أنا بواسط غرفة التحكم الجسم البشريء اللي هو المخ بواسط وظائف الكلا بواسط وظائف الكبد وأعجبت لنفسي بروض جنسي وعجز جنسي لأسف شديد عشان الناس اللي كانوا ياخدينه منشط اللي بياخدوه منشط أه أول مرة هتحس أه ممكن يعمل معاك الفايدة المرجوة لكن في النهاية للأسف شديد هتصاب بالعكم والعجز الجنسي بالإضافة لبعض أمراض خطيرة جدا للأجهزة التناسلية بيسببها الترامدول فالترامدول التمادي في تعاطيه مشكلة كبيرة جدا لابد أن يتم تعاطيه تحت استشارة طبية ويتاخد بمحاذير ومش أي حد ياخده ومش أي حد يكتبه عشان الترامدول ممكن يودي لمشاكل كثيرة جدا طيب السيادتك بتقول دلوقتي أن الترامدول الطبي اللي موجود اللي احنا بنصنعه هنا أو بيستورة بمعرفة المزارة أو كلام ده كله ده في مواد طبية للمحالات المخدر مادة واحدة بس مادة واحدة اللي انتو بتلاقول ديد دلوقتي في السودة وبتبحثوه لانتو فيه مصايب سودة بما يؤكد أن المسألة توجيء يعني موجهة لشباب مصر وأنه بيهدوا بلد أشد المصايب السودة بقى كمان انت كان الترامدول بيتخلط ببعض المواد زي مادة الضيزبام وده المواد المهدئة زي أدوية المعدة زي أدوية المهدئة العصبية زي التجريتول لكن الكرسى وفي الفترات الأخيرة لأنهم خلطين الترامدول بمادة السلد نفيل والمادة دي هي المادة الفعالة في عقار الفياجرا فتخيال حضرك لما شاب عنده 13 سنة مراهق ياخد الترامدول على إمن الترامدول ويخرج الشارع وهو واخد فياجرا مع الترامدول تحرش بيهد بس اللي عواقب الوخيمة كلها اللي حضرك بتشوفها في الشارع عمره ما كان شعب مصر شعب سيء الأخلاق عمره ما كان شعب مصر شعب بطبع وبلطجي ولا كان بتشوف اللي بيحزق في الشوارع لكن الأسف الشديد اللي احنا بنشوفه دلوقتي نتاج تعاطي المحضرات الأسف الشديد يعني لما شاب صغير 13 مراهق 14 سنة أو أي من المراحل العمرية مش لازم في السنة ده بس احنا بلاحظة إنه هو المراحل دي اللي بيتم بيحصل منها مشاكل في الشارع وخصوان التحرش لما يكون واخد عقار زي الترامدول مختلطا بالفياجرا وكل نسبة السلد نفيل اللي هي الفياجرا أعلى من الترامدول فده ما يخرج في الشارع ممكن تتخيل منه ويعمل إيه بغض النظر عن الإثارة اللي بتحصل له إنه بيبقى عنده طاقة يمشي يكسر يخبط يبوز في عربيات زي ما بنشوف تلاقي ولد ماسك مصمار وماشي عمالي يجرح في العربيات يتحرش ببنات ماسك في الشارع يزقهم يوقعهم شفنا فيديوهات على النت وشفنا فيديوهات في التلفزيون الولد اللي بيزق بنته ويوقع بنته والكلام الفارغ ده فالأسف الشديد مشكلة كبيرة جدا هو تساهم المخدرات وخصوصا الترامدول بشكل كبير جدا في تفاقم هذه الظاهرة طيب دكتور بالنسبة لتخصصك كطب شرعي وأكيد في حوادث كثيرة جدا لا علاقة بمسألة دي نعم نعم ممكن حضركة توضح لنا من يعني على سبيل المثال لايس الحصر هناك حالات كثيرة جدا يعني مثلا شاب مثلا خادش شريط ترامدول من اللي بيبع في الشارع اللي هو مش هذكر أسامي علامات تجارية لأن أحيانا الناس بتسمع الأسامي اللي علامات تجارية بتحاول تروح تجرب وتشوف يعني بس أنا يعني ممكن أقول لك خلي بالك من العقار فلاني وفلاني وفلاني بروح يجيبوه ايه دي مشكلة كبيرة لكن ولد ما أخد المفروض من أحدك لما الدكتور بيكتب ترامدول بيكتب ترامدول الدكتور عارف إيه هي الترامدولات اللي أعملها الشركات مش هذكر برضو أسامي الشركات بس معروف إيه شركة شركة كذا وشركة كذا شركة كذا حتى الترامدولات المستوردة تمام هم حتوط عدد المخدرات دلوح محتوط جدوى الأول مخدرات من سنة 2012 من 2012 قرار آه آه وصل جدوى الأول يعني ما يتبعش لأي حد معنا الكلام حدرتك لما جدوى الأول معناه أن التعاطي بيوصل من 3 ل 15 سنة والإتجار من 13 سنين والإتجار يوصل لحد 15 سنة والجال بإعدام ومع ذلك بنشوف الترامدول بيزداد يوما بعد يوم أنا مش عارف إيه السبب لأن احنا معدم ناش تدوى المخدرات خالص هل القانون يعني لا لأن احنا معدم ناش أنا شاف من الترامدول والهروين اللي اتنين بالزبط نفس العقوبة تخيل حضرتك الترامدول والهروين نفس العقوبة لما تعدوا الاتنين في الجدوى الأول من جداول قانون المخدرات فإن هما الاتنين اللي هو من نفس العقوبة لكن الترامدول بيزداد بشكل كبير جدا بيجي من الهند وبيجي من الصين بيجي بعلامات تجارية كثيرة جدا جدا بيجي في اللي شاب بقى أخد إيه الشاب ده لما أخد أرس من الترامدول ما عملش معه تأثير رح واخد اتنين المرة اللي بعديها طبعا الترامدول اللي معمول في السوق ده المادة الفعالة مش متجنسة مش معمول في شركة دوة ده معمول في مصانع تحت السلم فالأرس الأولاني كان طبعا لما جاء بنشتغل بيلاقي أرس فيها 600 ميلي جرام وأرس فيها ما فيهاش مهدة فعالة وأرس فيها في نفس الشريط جوه الشريط الواحد تمام فلما أخد مرة أرسين مع مورة بعض والأرس حصل له حالة وفاة جرع زي ده مات على طول مات على طول الناس كتيرة جدا بتاخدوا عشان يقوم القدر انت بيبان بقى عندك لامتيلة بيحضرك بتشرح في تحليل عينة الدم وعن تحليل عينة البول بيبان طبعا بيبان نسبة الترامدول قد ايه بيبان ان كان نسبة مميتة ولا جرع علاجية وكلام ده كل لكن حاجات حوادث كثيرة جدا جدا مثل ارتكاب الجرائم تهور في الاتنين بيتشاجروا مع بعض واحد بيموت واحد بيطضح انه يحتوي على مادة الترامدول واحد مثلا في حدث سيارة انه بيعمل زغلالة ونعدام في الرؤية وعدم التحكم في الحركات ما يقدرش يقدر مسافات وعدوس على الفرمالة كويس ما يقدرش يقدر مسافات فطبعا حوادث كثيرة جدا جدا بيكون سببها ترامدول وده ببرر ان احنا كبر دولة في العالم عندنا حضاحية سيارات في الحوادث والعينات السائقين اللي بتتاخد للسائقين على الطرق بيعمل معظم ترامدول الاسف شديد يعني فيها بيقفوا على الطرق وياخدوا عينات من السائقين بلا يتسائقين كثير جدا بيتعرضوا للترامدول ده خطر على حياتهم في المقام الاول خطر على حيات الناس اللي ماشي وخطر على لهم سائقين عربات نقل وبضائع وبينقلوا شحنات مواد غزائية او اي حاجة فده خطر على كل الاشياء دي للأسف شديد فالمشكلة يعني مشكلة كبيرة جدا ومحتاجة تكاتف كل الناس عشان نحل المشكلة دي مش جهة معينة من جهات المجتمع كل الناس تنازم تكاتفها ترامدول اللي انت بتعرف ان انسان تحلي البول مش دم بول ودم ده وده الاتنين مع بعض حضرتك بالنسبة لأي مادة مخدرة سواء كانت ترامدول حشيش هروين مورفين اي نوع المواد المخدرة تختلف على ان الشخص خدها ازاي وخد جرعة دي وبقاله قد بياخدها في بعض المواد المخدرة بتقعد ايام في البول ودم في بعض بتقعد اسابيع زي الحشيش بيقعد من 4 ل 6 اسابيع وفي حاجات بتخرج في 4 ايام في حاجات بتخرج في نصف ساعة بتختلف على حسب المادة المخدرة والشخص خدها امتى وبتختلف كمان على حسب الشخص ده وظائف الكبد عامل عنده ايه وظائف الكيلة عنده ايه استخروج كمية الخروج بتاعة البول بتاع وديوريتكس هل بياخد مادة مدرة للبول ولا ما بياخدش فبتختلف لكن اعتقد ان هو في خلال 4 ايام بيخرج من الجسم لكن بنقدر نتتبع نواتج الايد بتاعته الاكتر من كده لكن هو بقى 4 ايام بيخش لكن الشخص اللي بياخد ترامدول مرة واحدة وبيروح او بياخد جرعة علاجية بيبقى معروف لكن الشخص اللي بياخده جرعة ادمانية بيبقى بقين من نسبة ترامدول العالية جدا جدا بيبان يعني بيبان طبعا طب احنا دلوقتي يعني انا زي ما بنتكلم سندوق مكافحة الادمان انا بعتقد ان البند الاول بتاعه يعني لو اتبرنا ان احنا عندنا 100 مدمن تمام انا البند الاول بتاعه فاهم حاجة عنده انه ما يخلهمش مية واحد اهم حاجة دي اهم نقطة مش مهم اهم حاجة ما يصالوش لمية واحد ما يبوش مية واحد تمام اخذها لحضرتك فدي نقطة النقطة المهمة دي عشان نعمل دي دي بقى حاجة بنكلم على التوعية والوقاية بقى وبنتكلم على حاجات كتيرة جدا دا دكتور هو بالنسبة لصندوق مكافحة علاج الادمان وبيعمل بيعمل مجهودات كبيرة جدا جدا فيه مجالين مجال التوعية ومجال العلاج مجال التوعية بيروح للطلبة في مدارسهم وأنا نفسي بنت يعني بحضر مثل هذه اللقاءات طلبة في مدارسهم بيروح للموظفين في أماكن عملهم بيحتى للشباب بيروح للشباب في البلاجات والشواطئ في السجون بيعملوا شغل في السجون بيعملوا دورات تدريبية للأئمة والدعاء في المساجد وفي الكنائس بيروحوا أماكن متخصصة بيروحوا بيعملوا دورات تدريبية للفئات معينة من المجتمع بيعملوا لقاءات جماهرية ولقاءات أسرية كل ده في سبيل إن أنا لو عندي 100 واحد فعلا واستطعت إن أنا أقنع خمسة إن هما يفكروا إن هما ما يخشوش في مجال المخدرات ده كويس قوي ولو واحد دخل في أول السلم ولسه بياخد وفي فترة اللي هي الفترة الأولانية اللي جسمه لسه ما تدمرش وممكن ياخد قراره يبطل وما يتعبش يرجع واللي بياخد ومحتاج علاج عندهم رقم عندنا خط الساخن سبتاشر سفر تلاتة وعشرين ببنو حط ده ينزل على الشاشة ده لأي حد عنده استفسار أي حد عايز تعالج بس أهم حاجة ما استخد الخطوة ولا حد يكون عنده يعني قدرة وإن هو يتعالج المهم جدا جدا إن لو وصلت المرحلة أنا محتاج علاج إن أنا نزمة تعالج طيب حسزينك في فصل ونرل يعني كامل ها الترمدول اللي هو العدو الأول للمصريين دلوقتي أنا في رأي أنا أو للشباب المصري وربما الخطر الأكبر على الطفولة المصرية دكتور محمد مصطفى من فضلك يعني في الوقت اللي باقي ده كله أنا عايز حضرتك بتكلم أسرة يعني تخيل حضرتك أسرة مصرية كل أسرة مصرية بتكلم أب وأم ياخدوا لهم إزاي ونعمل إيه وكلام ده كله أولا في مجال مكافحة المخدرات أو مجال مكافحة مدمنة ومتعاطي المخدرات يتنامى ويتعظم دور الأسرة بشكل كبير جدا ممكن أن الأسرة ما تكونش واخدى بالها إن الدور بيبدأ من عندها لو الأسرة بدأت دورها في مكافحة المخدرات وإنها تحمي نفسها وتحمي ابنها من مكافحة المخدرات أو من تعاطي المخدرات ده يبقى شيء كويس جدا يعني واجب على كل أم ومش كل أم بس كل زوجة كل أخت حتى ممكن وارد وارد يكون الزوجة نفسها تتعاطي مخدرات حضرتك ربات البيوت بياخدوا ترمضون للأسف الشديد دلوقتي عشان يقدروا ينفضوا البيت وينفضوا الشقة تقولك أنا باخده عشان ودي ثقافة برضو مغلوطة واتنقلت لها عن طريق الستة اللي بتيجي تنظف البيت بتاخد ترمضون فأنا عايزة أبقى زيها وأستطيع أن أنا نظف الشقة فحتى ربات البيوت وصل تعاطي المخدرات فعشان كده لازم في البيت إن إحنا نبص على بعض مش نبص على بعض ندور على بعض الأم واجب عليها نتخلي بالها من ابنها مفيش ما يمنع أنها تدور في وسطه هدومه في كشاكيله في كتبه في حاجته الشخصية بشكل رقيق وبشكل ما يجعلش أولادنا ينفروا مننا ويبقى فيه نوع من أنواع العناد وإن إزاي ما يفتش في حاجتنا ألاحظ شكله ألاحظ التغيرات اللي بتحصل عليه التغيرات اللي بتحصل لسلوكه لإن عندما يبدأ الشخص في تعاطي مادة مخدرة يبدأ إنه يبقى ينعزل ويقى منطوي ويبدأ يظهر على وشه وعلى جسمه علامات يبدأ فيه حمرار في العلم بشكل مستمر نتيجة تعاطي المخدرات يبدأ بشكل مستمر إنه هو في حالة في حالة عدم تركيز وحالة تواهان وحالة زهان بينسى كتير يبدأ تأخر ويتراجع دراسيا أو حتى لو كان بيعمل يبدأ يتأخر ويحصل له مشاكل في عمله كثير غياب عن عمله وعند راسته يبدأ بعد كده يا كل واحده لإنه مضمن المخدرات ولكل أم وكل أب نخلي بالنا دايما حتى وصلت قمة مهارته في إخفاء المادة المخدرة إنه متأكد تماما إنه ساعة ما والده أو والدته يبص في عينيه هيعرف إنه بياخد مخدرات فيا كل واحده يقعد فترات طويلة لوحده يقضي فترات طويلة خارج المنزل يسحى طول الليل وينام طول النهار نلاقيه عصبي زيان عن اللزوم لأسباب تفهى ويبقى متبلد الأحاسيس أمام أمور عظيمة نلاقيه علامات التدخين تظهر عليه بقايا المخدرات تبقى في جيوبه تمام يبدأ فيه أشياء من المنزل تختفي خلي بالنا لأن متعاطي المخدرات هيبدأ يخلص فلوسه ويبدأ يزداد في متعاطي المخدرات فهيبقى الفلوس اللي بياخدها إن كانت مصروف أو كده هتبقى أكبر من طاقة الفلوس اللي بياخدها من والده فيبدأ يسرق ساعة خاتم خلي بالك الساعة اللي بتضيع ولا الخاتم اللي بيضيع ولا الموبايل اللي ما نلاقيهوش ولا لما نجي نفك فلوس ونلاقي في فلوس متاخدة منها نخلي بالنا لأنه ممكن يكون نقدر الله أحد أعضاء الأسرة بياخد عشان يشتري مادة مخدرة يبدأ هذا الشخص تظهر عليه علامات إهمال شكله إهمال مظهره إهمال هيئته يبدأ زي ما قلنا يتأخر دراسيا بعد كده نلاقي إن فيه أدوات غريبة موجودة في البيت ألاقي سرنجة مثلا في غرفة نومو ألاقي لمونة يعمل إيه بالسرنجة واللمونة ألاقي الشرائط الدوائي اللمونة إيه اللي اسميتها ما تقول ماشي نقول عشان أسنى بقى عشان سنة سغير حدث طولها أننا نعمل جلاف لأ بفتاعات الهيروين يعني بيستخدموا اللمون يعني بس مش هنوصف بيخدوه إزاي بيحلوا الهيروين في اللمون ويحلوا نفسهم الكلام ده ما علاقوا محروقة من أسفل يحطوا المادة المخدرة ويولعوا فيها من أسفل كوباية ومحطوط فيها سجارة بالعرض إحدى طرق طاعات الحشيش بطريقة الكوباية أو إنه يشموا الحشيش مغشرة أو أي منها دي الأشكال المهم اللي أنا عايز أوصله من النقطة دي إن أنا ألاقي أداة غريبة موجودة في غرفة نومو يستخدم معطرات بشكل كبير عشان يخفي رائحة التدخين أثار التدخين على اللي يابسه أنا كأم أو أب لقيت متسيت أما أن أنا متسيت في مرحلة مبكرة أو مرحلة الحد ما وصل لمرحلة متوسطة أو متاهي أكلمني أعمل إيه أعمل إيه طبعا عندنا صندوق مكافحة علاج الإدمان مع ملاحظة بس النقطة هايز أقول لحضرك عليها إن إحنا المجتمع أدرمنا إحنا بقى كلنا أدرمنا اعتبرنا المدمن مدرم المدمن مدرم أعتبرنا فالأسرة بدأت تتعامل فعايزة داري فعايزة بس يعني من مصايب المجتمع بتاعنا أسف شديد أول حاجة لما نكتشف لو اكتشفنا في مرحلة مبكرة وإن إحنا هو يقدر يبقى أعرف مني مبكرة مبكرة وهيكذب عليها لا هو في الأول هيكذب لكن أنا من الشكل العام إن هي لو مش موجودة بيحصل حالات منها ده بيوصل لمرحل تشنجات بيوصل لمرحلة لما يري معادل جرعة يجي معادل جرعة تشنجات وألم شديدة جدا جدا ممكن يقضي أحد أعضاء فهيرا يبقى عارف إن فيه ده خد وصل لمرحلة متأخرة لكن في مراحل متقدمة إن أنا أقدر يبطل يتصل بسدق مكافحة علاج الإدمان يبقى رقم الخط الساخن لو هو موجود أحداك عشاشة عشاشة ينزل عشاشة هيلاقي ناس متخصصين يسمعوه يدونوا نصائح لو عايز تعالج نفسيا يتعالج نفسيا ويبقى فيه قوة تحمل من الأسرة إنها تتعامل مع هذا الولد وتمشي معه في سكة العلاج لأن دائما العلاج في مصر بيحتاج مجهود أكبر من سحب المادة المخدرة يعني كان في الماضي اعتقادا أن علاج الإدمان أو علاج إدمان للمخدرات هو 75% سحب الجرعة المخدرة لكن أنا من وجهة نظري إن ما يوصلش لأكتر من 25% أو 30% سحب المادة المخدرة وبقيت العلاج نفسي نفسي وتأهيلي يعني أنا عايز أهله هو خلاص بطل المادة المخدرة دي عايز أهله لما يخرج الشارع ويشوفها بيحنلهاش هو يرجع تاني وأحيانا بعض مدمنين المخدرات بيحن للجلسة اللي بيطعطى في المخدرات وليس بتعمل المادة المخدرة القاعدة وصحابه اللي بيقعد معاه البرتيتة المعينة دي فيرجع عن طريق دول وبعض منهم للأسف هو بقى مدمن مخدرات ممكن يكون اتطرد من بيته ممكن يكون فقط وزفته ممكن يكون فقط تأهيله إنه لو راجل بيعمل بمجال دقيق فبدأ يظهر عليه رعشة في الإيدين بدأ يزغلالة في العين عدم التركيز في عمله فلما يطلع عليها نفسه بلا عمل هيرجع تاني سكة المخدرات فلازم أأهله يم أهله يرجع عمله يم أهله العمل آخر ودي نقطة مهمة كده فعمل علاج الإدمان متكامل وليس مصحات علاج الإدمان أو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان هو يقدر يعمل الكلام دي الواحد لازم فيه تكافل إن الناس اللي خرجت دي بعد العلاج ما يرجعش وينتكس إنه هو يشوف المادة المخدرة يرجعها هنا دور الأسرة بقى إنه خلي بالي أحتضن ابني ما حسسوش إنه مجرم ما حسسوش إنه مدمن حسوش إنه أنا في البيت شورتي وراه دايما بنصحه إلى الشاد شفته مرة وكذب علي أعمل نفسي بصدقه وفضل أنصحه تاني وراء ابو تاني نتسل بسندوق مكافحة وعلاج الإدمان نعمل إيه كذا كذا نعمل إيه هلاقي حد طب نعمل كذا حتى الولاد نفسهم بيقولك إيه لما تاخد جورة على التسل يا عم مش مفيش مشكلة حتى لو أنت انت كست تسل قولي أنا خدتها و أنا قولك تعمل إيه يعني حتى لو أخدت ما ترجعش تاني لا قولي ونعمل إيه نبقى فيه مصرحة لإنه في النهاية هو لما يتعافى تمام؟ هينقذ نفسه وينقذ أسرته تخيل حضرتك أسرة فيها ولد مدمن حتى لو كانوا في قمة الأدب والأخلاق وجميع الأخلاقات الأخرى ده ده الكارسة كمان بقى دلوقتي لما البنات بتبقى ده وهم البنات دلوقتي أدل لولاد بالزبط كده مشكلة جميلة فهم مشكلة بعين دخلوا في سكة من إيه لبنية لفترت ما برضو ما لقيتش فبدل ما بتسرق تروح ضعارة يعني فعندينها مشاكل كثيرة جدا يعني لكن للأسف هي مشكلة محتاجة تكاتف في حلها تكاتف فيه ده من الأسرة أجهزة الدولة كلها إن إحنا نكون قدوة يعني أنا ما ينفعش الأب يكون مثلا بيحمل الترامدول في جيبه ويطلب من ابنه إنه ما ياخدش ترامدول صح ولو لما الطفل الصغير يقول له الترامدول عنده عشر سي يقولك أب يشوفه أسليب بابا بيطلعه من جيبه مثلا طب يعني ليه إنت تحمل برضو الأسرة تخلي بالها لما الولد يكون شاهد في جيبه رس صيدرانية أو عقاقير صيدرانية تخلي بالها نففهم في منديل ورق حطيتهم جوا علبة سجاير ما هو طريقة إخفاء العقاقير الصيدرانية المؤدية للإدمان هو بالشكل ده هو لو شريت ده ما هيحطه في مكان محدد هو هو الأرسح لكن يقدر يخبيه فبرضو لازم الأسرة تخلي بالها والناس تخلي بالها لأنه مهم جدا لو لحقته في الأول خير ما لحقتهش صندوق كافحة علاج الإدمان خط الساخل علاج الإدمان برضو أقرر الرقم الرقم ده ممكن يكون صدقة جارية لأي حد بصراحة يدل على حد ممكن ما يكونش أنا محتاجه ممكن حد من أقاريبي حد من جيراني حد ماشي في الشارع أشوفه أدلوا الرقم ده اللي هو تاني 16-0-23 فعلا على الشاشة مهم جدا جدا بس مهم إن أنا أكون قدوة ما ينفعش إن أنا أخده وإحنا عندنا لأسف ثقافة وسياسة الإنكار في مصر أنا عارف أنا بأخذ إيه تكلم حضوك أي حد يقولك أنا عارف أنا بأخذ إيه أنا هقدر أبطل في الوقت وإن أنا أقدر والأسف هم دول اللي بيقعوا تحت تأثير المواد المخدرات فكرة الإنكار بقى أنا بيت طيب ابنك بيأخذ مخدرات استحالة أنا مربي ولادي كويس وإحنا من الأسرة متدينة والكلام ده كله وللأسف مثل هذه الأسرة اللي ما بتديش الحذر الكافي بيطلع بيلاقي الابن بيطعاته مخدرات ويحصل مصيبة بتبقى كارسة لإن أنا أخذ حذري يعني مش أخذ حذري ومدي ثقة زائدة والأسف الشديد عشان كده رقبه مهمة جداً جداً من البيت ولازم أعرف الشباب إنه عرض أنت خذت ترامدول وعمل معاك فايدة بعد بضعة سنوات الترامدول دخل مصر في أواصل التسعينات ترامدول ظهر سنة 77 في ألمانيا تمام؟ شركة ألمانية اللي اختراعته بدأ يزهر في أوروبا دخل مصر في أواصل التسعينات هلأ عمل مشكلة في أوروبا؟ مش عمل مشكلة في أوروبا لما في أوروبا عارفين بيعملوا إيه حضرتك لما في أوروبا لو رحت في أوروبا تجيب مضاد دحايوي من الصيدلية بدون رشدة هتطلبوا لك البوليس لو حضرتك رحت أوروبا أي دوا أي دوا أبسط الحاجة إحنا بن هنا بنبلبع وكده والأطفال الصغيرين حافظين أسام المضادات الحيوان من كتر ما بيشتروها مش هيرضى يدهول لحضرتك من غير رشدة لكن للأسف إحنا هنا ما بنتعامل إحنا عندنا منطق طالما هذا الدواء موجود في الصيدلية فهو ليس مخدلات مع أن في الصيدلية في رف عليه علامة الجمجمة والعظمتين اللي هم علامة السموم خلي بالك أن هي دي دواء الشخص واسم الشخص تاني الدواء ينفع شخص ولا ينفع شخص آخر وهو بسهو مش دواء الشخص دواء بيخاف دواء يعني يعني حضرتك مثلا واحد خد أقوى أنواع المسكنات الموجودة الذي يشابه المرفين في التأثير لو أصيب بمرض ولا أصيب بألم شديد إيه اللي هيأثر معاه تاني كمسكن مين أقوى من الترامدول؟ عارف حضاك مين أقوى من الترامدول؟ الهروين مفيش أقوى من الترامدول إلى الهروين فتخير حضاك مضمن الترامدول ومتعطي الترامدول ده لما يحصلوا حادث تابعي بن جوب إيه بقى؟ مفيش غني موتو بقى؟ وجميع طبائق الأسنان بيشتكوا للأسف الشديد يقول لك كتير جدا طبائق الأسنان اللي أعرفهم ويقول لك أنا ثلاث تربع الحالات وأنا شغال معاها كله حسس النسبة بيه تدير معا ما هو يعني ده طبعا لأسف شديد نتيجة تعاطي المخدرات يعني طبعا أدوية تغدير اللي هي تؤثر طيب دكتور يعني إحنا المسألة بقى مش مسألة الوقتي مش قضية صندوق المكافحة الإدمان قضية دولة قضية دولة نعم ودولة متكاملة للأسف إحنا عندنا مشاكل كتيرة جدا والموضوع مش مطروح لغاية اللحظة اللي إحنا فيها دي ومشاكل كثيرة جدا لإن إحنا بنتكلم لما بنتكلم عن المخدرات إحنا عارفين المخدرات دولة المخدرات أقوى دولة في العالم نعم وإحنا عارفين إن لو كانت مش قوية ما كانتش دخلت أمريكا يعني وعصبات المغربة في إيطاليا ما بتصرف عليه ومغبير وفي كوبا والأماكن دي كلها يعني كلها كلها نعم فدولة قوية جدا لا يبقى أمامنا غير إن المخدرات نهاية توعية نحن ما قدرمش للتوعية للأسف ما يتم في الثقافة اللي تديها الأفلام والحدد كلها ثقافة سلبية نعم للأسف يعني أنا معرفش مش هقول مساق بقى معاش فيه مواصيق ولا نيلة هل النهاردة ممكن يبقى تدريم النهاردة أي حد حيعمل أي حاجة ضد كذا في الوقت ده لازم يبقى فيه تدريم لازم يبقى أن إحنا دي حاجة مجرمة لأن دي بتضر ما تقوليش إبداع لا 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 يعني ما تقوليش الوقت العالي يعني الحقارة المناصر الحقيرة اللي بيطلع وبينتشف ويعمل والكلام ده مجموعة الأفلام عن خدرات في العشر سنين الأخرانيين اللي هدور في المصيبة السودة دي حضرتك ووراني تجري المخدرات إيه شخص يمتلك الأموال يمتلك أساطيل من السيارات جميع البطلات اللي في الفيلم يحبونه ويجرونه تحت أموه يرين بيلعب بالدنيا وكلها فده ما بقاش قدوى الشاب عايز يصل للثراس لو مش كده وكمان خلاه بطل حلو في وسيم الشكل ويقول حاجات بتضحك أو يضحك المشاهدين وإن المخدرات دي وده رالي قعد الفيلم كله اللي هو مدود الساعتين بمسول 40 سنة في الحياة أو أكتر وهو بيلي في الدياة 118 قبل ما تيلي 120 العقاب الإلهي لو رمش ما يلحقش طبعا طبعا منح ألوادي يقول لك 18-40 سنة ملك زماني ومو كنا طلعتين في الإلامبي بعد كده وما مركزش على العقاب القانون أو العقاب الإله يعني الجزاء ربنا لي للأسف شديد لكن كل الحاجات اللي بنفتكرها من الفيلم نفتكر الأفشات والضحك لا مش العيشة العيشة درالي الإمبراطور إمبراطور فأنا اللي أنا عايز أقوله يعني أنا الإعلام فعلا ساهم وساهم خاطئ السنة أنا عايز أقوله يا دكتور الناس فكرة إن ده بيتم بعبط أنا رأي أنه مش عبط ده دوره معمول إنما هو دور فيه حصل فيه تقليد إنما اللي زرعه اللي عمله الأولاني يعني أول من أظهر المعلم بصورة كاريكاتر يعني كاريكاتر مكومدية ومضحكة عشان يسخف المعلم ويضيع قيمة المعلم ده بدية من الأبيض وسود اللي عمل دي من الأربعينيات واحد قاصد وبعد كده بقت موضة نعم اللي طلع صورة رالي للدين دايما إنه لما بيطلع ويهزروا يهزروا معه ويقولوا مش عارفه ويغمزوا في صورة عشان يهدم الدين نعم ده ما كانتش عبط نعم ومشيوا عليها موضة نعم وهكذا وهكذا لما تطلع فيه أفلام المخدرات يلي حد النهاردة ما أنا معرفش مين اللي مزروع عندي في السوق إنما حد يروح ضارب فيلم من دولة ويمشي هو ويتك على الله خلاص والباقي حيطلع وراء خمسين فيلم يقلده في شكله ويقلده في مسكة السجارة ويقلده في طريقة تعطيل للمادة المخدرة لا لا ده بي كمان في حاجة نقطة مهمة جدا هو وراني المدمن هيئة معينة طول ما أنا ببص لنفسي وأنا بتعطى مخدرات وأنا بالشكل المدمن اللي شفت في الفيلم ده حلو أول ده حلو أول لكن المدمن ممكن يبقى مصرح شعره مش لازي يبقى منكوش زي البطل اللي احنا شفناه ولا ده أسف اللبس ولا بيتهرش ولا هدوم مقطعة ولا الكلام ده كل المدمن يكون لبس يدوم نظيف ممكن يكون مصرح شعره ممكن يكون شخص عادي ماشي في وسطينة لكن لما بتنقطع عنه المادة المخدرة بيتحول إلى وحش كاسر بحتاج الجرعة المخدرة فطول ما حتى اللي سي بتتعطى مخدرات وشاف شكله بقى الشبه البطل اللي أدمن في فيلم معين أو في مسلسل معين يقول لك أنا كده أنا مش مدمن أنا مصرر في مرحلة الإدمان يعني هو المفروض إن إعلام يعني يساهم شوية فهي المسألة ما عرفش يا مسألة ومش مسألة كان عايز أقول فيه بفيه تجريم في الفترة دي احنا عندنا مصيبة بتاخد شبابنا اسمها الإدمان نبطلها زي لازم كل يساهم اللي حطلها عن خط ده يعاقب فطولتك مسلسلات رمضان للأسف شديد للأسف انت كلما تشوف مسلسلتك فيه تعاطي مخدرات وكأنهم يروجوا للسلع طبعا رمضان فطول المشاهدة عالية جدا جدا فتخيل حداك بقى لما الناس يشوفوا ما السندوق كان عامل لحصائية دكتور عمراء عسمن عبد ده فضيحة يا راديو كانت حصائية جميلة جدا فعلا وبرزت عدد ساعات تعاطي المخدرات وكانت حاجة مفجية على الأسف شديد يمكن واحد ما بيتابعش كله لكن لما حداك الناس دي تعبت وجمعت المسلسلات دي كلها وشافت كمية المشاهد اللي فيها تعاطي المخدرات كانت نتيجة مفجعة للأسف شديد يعني طيب دكتور يعني في تصورك كده لأن أنا ده أنا في رأيي أنت قلت نصيح الأم تعمل إيه والأب يعمل إيه وكلام ده كله المدرسة بقى أنا بيتعالي يعني ما عايزين نعمل شغل على المدرسة ملهج الدراسية الحاجة التانية أن أنا أشغل العيال دي بالرياضة مرهود البدني ده لأنه ده أكتر حاجة حتى تشغل ده أنه نطلع على الطاقة اللي عنده في مرهود طبعا للأسف إحنا فيش ملاعب ولا فيه يعني الرياضة السمرفوم والرياضة عندنا غلط يعني الدولة وأن أغلبنا فاهمين أن الرياضة كورة وكورة قالوا زمالك لا الرياضة هي النشاط الحركي ويالب أن كل طفل من ولدنا وكل بنت من بناتنا أنه يبارس نشاط حركي بحد يعني ما ينزلش عن لازم يعني فيه حد أدنى ما ينحلش حد أدنى منه ما يقللش عنه ما يقللش عنه إنه حيتعب لكده تمام عشان عضلته وعشان أربطه وعشان عمود فقري وعشان 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 لو عملنا الكلام ده كله أنا أنا يعني الولد اللي لقى الاسمه بيبنيه بالرياضة حيصعب عليه أنه يهده بالرمضور هذه أول حالة فهتساعدنا الرياضة في كده يعني دكتور المشكلة نقولي الكلام ده الحكومة إزاي ما الحكومة هي الأرض الأرض دي بتاعتنا كنا بتاعت الشعب المصري نعم بس الحكومة هي اللي واخدت توكيل إنها تصرف فيها نعم يجريوا يعملوا الأمارات مزنئة ببعضها ده يخلوا الناس مش تاخد رمضور ده الناس تاخد أي حاجة مزنئة يعني عمي فسح الأمارات عم برضها شوي يعني يعني عمي يعني عمي مساحة بين كل أربع أمارات مساحة صغيرة اللي قالت العب فيها مليون كيلو متر مربع يعني أنا مش ده أنا عندي من يعني تروح هنا وإنت رايح التجمع كده نعم وإنت رايح بقى لغاية السويس ده مك لغاية البحر ده أحمر السويس أرض فضل اللي عمرت لازق بعضي يعني محيس أنك تبيه بقفلت الرجل اللي في الشهقة التالي اللي يوم من قفاها خدت بال حضرتك طب أما ينزل لولاد دول مش دي فيه أطفال هنا وشباب يروحوا فين يعني يقفوا على النواصي ويقفوا على الشوارع لو أنا عملت له بقى ملعب وعملت له مساحة كل أمارة لاحة مساحة صغيرة ده قد كده هو والله أنا تمنت بحاجة وبعدين دي تمنها يعني ما هو ده من ضمن الحاجات اللي أنا باتكلم وإنا باتكلم عن اللقاية في صندوق المخدرات يبهى والرياضة يعني ده اللي أنا أقصده بنقول له مش هتكلف حاجة لإن اللي بتصرفه الدولة نتيجة تدمير المخدرات أكبر بكثير جداً جداً من الحاجات المسيطة دي يعني حتة يعني أنا لما عملت خناقة على على أرض بابة مطار بابة متين وعشرين كانت أمنيت حياتي الأرض دي نعمل لها كلها ملاعب جميلة وتبقى زي غابة كده وملاعب وبتاعه اللي عابوا فيها لأنه كان سافة سكانية الحتة اللي ورا مستشفى المعادي اللي كانوا بنين فيها اللي بانيين اللي كان فيها مرت وهدوها قال لك دي بتاع شركة المعادي أنا معرفش شركة المعادي ورسلت عن مين يعني شركة المعادي الإسكاني ورسلت عن مين دي أرض دولة وأرض زراعية اشتريتها من مين ثم أنا بتاعتها الدولة حتاخدها منها وتعملها ملاعب لأنه منطقة فيها كسافة سكانية عالية وملاعب إيه بقى يدعم المجلس صدرات ولا نادي ولا نيل عشان ملاعب مفتوحة بدرها موظف من الجهة الإدارية وانتينها ومفتوحة وإقرار ملعب بإقرار اسم يخلها في الساعة بخمسة جنيه ولا بيش عارف إيه يعني في المتناول عشان بس ننظم العملية إنما أنا الولد اللي حي يلعب عندي ده أنا تمانين في المية من الولد اللي حي يلعبوا معايا دولة مش ممكن حيروح يعمل حاجة خلاص الوقت الفراغ اللي عنده هيستخدمه في الرياضة ومش هيفكر في أي مادة مخدرة ولا يفكر يتعطط ولا عنده وقت يقعد يسمع أفكار مسمومة ولا عنده وقت يقعد يسمع ويسمع ويشوف وحد يضحك عليه ويقول له خد يتعمل معك كذا خد يتعمل معك كذا بأسف شديد الفضل لله كم دية كده اخر حاجة النصيحك اللي تقول لا إيفل ده إحنا موضوع ما مش مقفول الموضوع احنا نكلفه كتير مع الشياتك ومع غيرك يعني في هذا الموضوع والله أنا صحيح إن الإنساني أول حاجة يكون قدوة إنه ما يخدش دواء دون استشارة الطبيب مهم جدا جدا ما ينفعش أخد دواء دون استشارة الطبيب حتى لو الدواء ده موجود في الصيدلية لأنه قد يؤذيني قد يؤدي إلى الإدمان عندما نعتاد على الأدوية أو الجهاز العصب يتم تعاطي دواء معين فترة طويلة دون استشارة الطبيب الجهاز العصب بيتعود على هدى الدواء بعد كده ما بيقدرش يبطله فما ينفعش إن أنا أخد دواء بدون استشارة الطبيب الأدوية بتكون من مصادر موثوقة من شركات أدوية معتمدة رسالتي للصيدلة اللي بياخدوا الترمدول من اللي جاي من الهند والصين اتقل له في الناس ما تبعش الترمدول جاي من أماكن مشبوهة للناس اللي بتاخدوك فيه ناس بتاخدوك علاج للأسف شديد فبيروح ما بيليش غير الترمدول ده في السيدليات تمام؟ لإنه ملوش مصدر لإنه مفيش ورقة جاية به جاي من غير ورقة من غير حاجة إغراق فموضوع إغراق خلي بالنا لإن النهاردة لو خدت جرعة وبسط بكرة تكون الجرعة دي ممكن تكون جرعة قاتلة ومميتة شبابنا بقى اللي بياخد مخدرات عشان هو فاكر ان دي طاقة فاكر ان كذا كذا هيوصل فيه بعد إيه؟ هيوصل بعد كده إنه لن يستطيع لقوف ولن يستطيع التحرك وهيوصل لمرحلة إنه مش قادر يشتغل وهيوصل لمرحلة العجز الجنسي هيوصل لمراحل كثيرة جدا 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 لضرر وتلف وبسرعة وبسرعة طبعا لإن إذا كانت الجرعة الدوائية البسيطة اللي المفروض إنها خمسين ميلي جرام بتوصل للمرحلة دي ما بالحضرتك للجرعات اللي بتوصل متين وربعمائة ميلي جرام في الأرس الواحد يعني إحنا بنتكلم عن الترامدول وخايفين منه إنه قلنا لو إحنا أدمناها على أساس الجرعات الدوائية المعتمدة اللي هي خمسين ميلي جرام يعني لأحد خمسين ميلي جرام طب اللي بياخدوا متين ميلي جرام وربعمائة ميلي جرام حداك تنتظر منهم إيه كارثة ومصيبة سودة والنهيار للهجاز العصب المركزي فيه غضون أنا عايز أقول فيه ناس بتوصل فيه أسابيع أنا تنهار فيه ناس بتوصل في بضع شهور لكن إحنا ما نعرفش إحنا هنوصل إزاي لإن إحنا مش عارفين إحنا بناخد إيه للأسف شديد وبتختلف من شخص الآخر تختلف من شخص الثاني وبعدين المشكلة كمان إن الترامدول بيتدخل مع أدوية كثيرة جداً في الجسم بيفشل عملها أو الاتنين يعملوا مصيبة تالتة وخصصاً الكحوليات يقول إن الترامدول مع الكحوليات بيعمل تسمم فدي مشكلة كبيرة جداً فالمشكلة معقدة ومحتاجة أن الناس تخلي بالها مش معنى أن الخليس السمن مش معنى أنه موجود في الشوارع مش معنى أن الرقابة مهما أي أقوى جهاز أمني في العالم لا يستطيع ضبط أكتر من 10% من كمية المخدرات المهربة دي قاعدة عالمية قاعدة عالمية أمنية إن أكتر إن لما حد بيعودوا في يقولك إحنا ضبطنا 10% ده بيقيمة الفخر فمهما أحكمت الأجهزة الأمنية الرقابة المهم أن يبقى فيه رقابة من الشخص هو فيه سياستين موجودين عرض وطلب العرض إن واحد بيعرض عليها ترامدول فيه طلب أنا لو مليش طلب على هذه السلعة وأنا عارف إنها خطر على حياتي أنا مش أخدها إحنا عايزين نقوي أو ندعم سياست خفض الطلب لأن خفض الطلب مش هيمن العرض آه فيه ناس بتضعف لما يكون العرض كتير فيه ناس بتضعف لما يكون موجود كتير لكن لو أنا على يقين إن هذا الشيء بيدرني وعلى يقين إن هذا الشيء هيدمر حياتي خفن سياستين إيه؟ الطلب طيب إحنا ما عرفش إن في المدارس يعني أنا بيهتيالي يعني إن المدارس محتاجة أنا أفرق المناهج الدراسية المفروض وخصوصا المناهج يعني أنا أنا كنت بكلم إن أنا عايزين مادة كنت بكلم يعني أو يتم يعني يتم إدماجها فوسطي مش لازم مادة معلنة مش مادة يعني يتعمل حالة بس العلال يعرف الاسم وبيحصل له إيه وعتقد هو بيدرسه وعتقد إن فيه دراسة الموضوع ده سندوق كافة علاج الإدمان بيدرس مع خبراء من وزارة تربية والتعليم هذا الموضوع في الفترة الأخيرة وإن شاء الله أعتقد وأنا أتمنى إنه يطبق في الفترات القادمة بإذن الله أعتقد يعني طيب أهم بيدرسوا له آخر سؤال يا دكتور بتخصصك كطب شرعي الحوادث يعني هل غالبية بين الحوادث وراها مخدر؟ طبعا معظم الحوادث غير مبررة لما لهاش سبب ملاش لازمة مفيش خطأ فني في السيارة مفيش خطأ في التحقيق حوادث غريبة الترمدول والحشيش بيكونوا مسؤولين عنها والترمدول بصفة أكثر يعني الترمدول مسؤول عن كتير جدا من حوادث الطرق نتيجة إنه هو انعدام الرؤية والزغلالة وأحيانا بعطاءات رمدول بيجي حالة من الغتيان والدوخة والدوار دي لو جات لواحد هو سائع عربية إلي ممكن يحسب نتيجة الجرعة لأن الترمدول بيشتغل بعد ساعتين من طعات الجرعة فواحد ياخد الترمدول في بيته وينزل روح شغله بعد ساعتين بيوصل للناتج الأيدي الأول اللي هو الفرس ميتابولاين فلما يوصل للمرحلة اللي يبدأ يفعل في الجسم فطره هو سائع عربية ولا راكب طيارة ولا بيعمل شغله ولا ماسك ألا حد ممكن لو وقعت من إيده وتعوره وتعور لجنبه أو بيعمل عمل دقيق أو بيعمل عمل خطير وحساس التفاعل اللي بيحصل ده بيختلف من شخص لشخص ويختلف من المدة المدة من المدة المدة وشخص لشخص لكن في الغالب إنه هو بعد فترة بيبدأ يعمله ولا أنا وقف متشعلق في سقف بعمل حاجة لرجل شغال فمشكلة جديدة مشكلة جديدة فبحتاجها في تكاتف كل أجهزة الدورة نتمنى إن شاء الله إن مصر ربنا يحميها دكتور محمد مصطفى أستاذ الطب الشرق أنا بشكر حضرتك جدا وأكيد حنلتقي تاني وإحنا مع هذا الموضوع كل أسبوع وبنشوف حنوصل لإيه وربنا يحمي مصر إن شاء الله ويحمي شبابها ويحمي أطبالها ويحمي رجالها ويحمي ستاتها لأن إحنا عندنا مصيبة إسماء المخدرات شكرا دكتور شكرا شكرا بشكر حضرتك تسبحها لخير اشتركوا في القناة شكرا لكم شكرا لكم